بيعستنا في وهران في الجزائر اللي بتشارك طبعا في دورة العاب البحر المتوسط النهاردة الحقيقة يمكن فيه رفع الأتقال ميداليا جديدة بتضاف لرصيد مصر آه ميداليا برونزية لكن في النهاية ميداليا رفعت رصيد مصر الإجمالي لـ 33 ميداليا منهم 7 دهب منهم 10 فضة و 16 ميداليا برونزية وده بشكل عام حطنا في المركز السابع من حيث ترتيب الدول المشاركة في البطولة اتأخرنا شويتين الدهب فارق معنا رصيدنا من الميداليات كبير يعني دي برضو علامة استفهام انت بتتكلم في 33 ميداليا لما يبقى منهم 7 بس دهب يعني ده معنى انه فيه 26 ميداليا تانين فضة وبرونز وده طبعا يعني في العموم يقول ان احنا عندنا أبطال وعندنا مشروع بطل مهم جدا نحافظ عليه ونستثمر فيه في الفترة اللي جاية لانه في النهاية الترتيب بتحسب طبعا مش على اجمالي عدد الميداليات لكن بيتحسب على رصيدك بس من الميداليات الدهبية اعتقد انه التراجع ده احنا كنا يمكن في اخر تقطيرين كنا وصلين مركز ثالث وراء تركيا وراء الجزائر لكن فيه دول كتير زي ايطاليا وفرنسا واسبانيا وسربيا قدروا يسبقون فيه الميداليات الدهب وبالتالي تراجع ترتيب مصر للمركز السابع الفوارق مش كبيرة يعني بعد التلات مركز الاولى اعتقد تركيا في المركز الاول ايطاليا في المركز التاني تركيا عندها حاجة و30 ميدالية فبالتالي تتكلم على فرق كبير جدا وراها ايطاليا تقريبا 23-24 ميدالية دهب فبرضو الفوارق بعيدة جدا الجزائر بلد المضيف طبعا بتشارك باكبر عدد في الرياضات المختلفة بالتالي ده مديها افضلية كبيرة جدا لكن بتكلم على الناس القريبين مننا سواء اعتقد فرنسا مركز سادس اسبانيا مركز خامس او سادس خامس او رابع خامس بالزبط وفرنسا مركز رابع وصير بيقابلنا على طول في المركز السادس الفوارق قريبة جدا وبالتالي عندنا النهاردة منافسات في رفع الاثقال تاني عندنا الكرة الطائرة بتلعب النهاردة رجال هيلعبوا مع اليونان عندنا كمان ألعاب قوة عندنا كرة سلة وبالتالي ان شاء الله يعني من هنا لغاية لما دورة تنتهي نتمنى وعندنا طبعا منتخب اليد رجال تصدر مجموعته في انتظار مواجهة تاني او يعني استمراره في مشواره في البطولة وبالتالي ان شاء الله يعني أتمنى ان مركز مصر يتحسن في الفترات المقبلة كل التوفيق لأبطالنا واحدة من الاحتكاكات المهمة جدا ويعني رهان على أبطالنا في مختلف رياضات اللي تقدر تقول انها ممكن ان شاء الله في المستقبل تحقيلنا ميداليات أوليمبية احتكاك مع دول في منتقى القوة طبعا بكلم هنا على الدول الاوروبية في المقام الاول فرنسا اسبانيا ايطاليا تركيا اعتقد بنحجم مشاركاتها برضو اعتقد والمستوى اللي قدمه أبطالها اعتقد واحدة من الدول قوية جدا رياضيا طبعا في البحر المتقص ترجمة نانسي قنقر